اشتركوا في القناة جمعية مقامها ببروكسل كتهتم بمشاكل الجالية المغربية الريفية المقيمة ببليجيكا لنا عدة انشطة ما هو الثقافي ما هو رياضي وما هو اجتماعي حاليا الجمعية تعود 28 عضو مؤسس وعدد من المنخرطين في تزايد مستمر مقرنا بسكاربيك قرب بلدية سكاربيك وبالضبط بريكوبن بلايس بلين رقم 4 يعني هاد نهار جينا النيمست في مقر مكتب ايميل تور باش يعني نحفزوه ونشجعوه على المبادرة اللي قم بها تجاه مدينة الحسيمة منطقة الريف في توفير خط جوي دائم من يربط بين بروكسيل والحسيمة وباش يعني نسترو معاه بانه الجمعية اصوريف منذ نشأتها منذ بدايتها قامت بالدفاع على هذا المطلب مطلب توفير خط للمهاجرين الريفيين المقيمين ببلجيكا والمقيمين ايضا شمال فرنسا يعني منطقة تقليل هناك يعني شريحة مهمة من المهاجرة الريفية ويعني هذا المطلب بدأنا العمل فيه من شهر 8 غشت عام 2014 قمنا بلقاءات متعددة مع البرلمانيين المحليين بمنطقة الريف وقمنا بلقاء رسمي مع جهة الريف جهة الحسيمة تونات تازا الذين اكدوا لنا عزمهم على يعني مساعدة لاجل توفير هذا الخط يعني مساعدة مدية ومساعدة معنوية قمنا باتصالات مع المجتمع المدني بما فيه منظمة التنسيقية الجهوية لحقوق الانسان في شخصيتها سعاد الادريسي وقمنا بلقاءات مع جمعيات يعني محلية بمدية الحسيمة في نطاق جمعوي في نطاق ثقافي ولكن الهم الرئيسي للجمعية هو وجود خط جوي يربط بلجيكا والحسيمة على دور السنة وبأثمنة مناسبة اليوم اكد لنا السيد كارا يفوز بانه هو ايضا يعمل من اجل هذا المطلب رغم ان هناك كثير من العراقيل التي وجدها في يعني عراقيل ادارية وعراقيل تدبيرية اكدنا له بانه جمعيتنا جمعية اصوريف ستستمر في هذا العمل وستبقى يعني ناشيطة في هذا الميدان حتى يتحقق هذا المطلب والسيد كارا قال لنا بانه يمكن توفير طائرة بداية من شهر يوليوز ولكن يتبقى يعني وعد بين قوسين لان الطائرة لم تتواجد بعد ولكن هو متحفز ومستمر في هذا المطلب وان شاء الله سيتحقق اذا كانت الارادة والعزيمة قويتين ان شاء الله رحمة الله الرحيم كركولي كريم مستشار في جمعية اصوريف للتنمية والتواصل كم عشر الاخ سابقا جئنا من مدينة بروكسي من بلجيكا من اجل اللقاء مع السيد رئيس الشركة للطيران جئنا لاننا طرقنا كل البواب ولم نجد جوابا لحد الان اتصلنا بكل نواب اقليم الحسيمة ورئيس الجهة اقليم الحسيمة ولحد الان لم يستجب لمطلبنا وهو مطلب صغير وعادي جدا لاننا مواطنون مغاربة مقيمون في دولة بلجيكا ونشكل كثافة سكانية مهمة في مدينة بروكسيل ولكن مع كامل اسف غياب المؤسسات الوطنية المغربية منها السيد السفير الذي لم يتطرق لمشاكلنا في يومين ايام منها غياب مجلس الجالية الذي يعد المسؤول رقم واحد على الجالية نتسأل من هو المسؤول عن الجالية نناشد الدولة بالتدخل فورا لإيجاد حلول لمشاكل مواطنين بلجيكا نطالب بخط جوي يربط بلجيكا بالحسيمة بسم الله الرحمن الرحيم العويني عبد الماجيز رئيس جمعية أصوريف وريد أن أشير في التدخل إلى عدة مشاكل كما طرح الأخ مشكل نقل الجثة من بلاد المهجر إلى الريف بالخصوص إلى الحسيمة كان مشكل عويس لأن الخطوط الملكية المغربية سمحت في المنطقة قالوا إنسان اللي يخصوا إنقل الجثة صدروري ما يدوز على وجدة ولا فاس ولا مكناز ولا الضار البيضاء الله أعلم عاد باش يفصل الحسيمة كان زيدو تقل على تقل إنسان دي جارة في القنازة في المامات وخصصك الدي بلاسي أنت خمسمية ولا ألف كولوميت باش يجيب إنقل الجثة من الجنوب إلى الشمال هذا لا يعقل بحكم إن المنطقة فيها المطار فيها مطار يعد من أقدم المطارات بالمغرب كين إشارة أخرى نكين نجي الأول دابل اللي كيوصل إلى واحد دلاج ديال الشيخوخا كين معاقين عندهم مشاكل عاويصة في الرحلة إلى نقلنا واحد شيخ وصل مثلا لواحد مدينة اللي بعيدة عليه 200 أو 300 كولوميت باش يشي المنطقة ديالو خصو الطاكسي ولا خصو خصو شي واحد ينقلو خصنا نزيدو ليه التمارة باش يوصل الشمال ما يوما لأنوها خصو الدولة وخصو المسؤولين والجمعيات اللي مسؤولة على الجالية والوزارة اللي رسلناها احنا شخصيا باسم الجمعية باش توفر لنا خط دائم اللي غير بط بروكسيل ولا بلجيكا بصفة عامة مع الحسيمة ولصناها في موات ديال جنفير 2015 وعندنا ايصال بتسليم الرسالة ورننا هنا في مدخل ديال شهر ربعا وباقي ما كين حتى اجواب من هذا الوزارة وسمعنا كين واحد مؤسسة اللي مكلفة بالجالية مؤسسة المهاجرين ولا ما عرف كي اسمي وها هاد المؤسسة اللي ما عنداش الدور باتات بالجالية مع مرا اسمعنا لها مع مرا تصلت بنا مع مرا هادرت لقاءات مع المواطنين ولا مع المجتمع المدني الدور ديالها هي كي ما سمحت اخيرا غياغ كتدور في الناس ديال الريف كتنعتهم بالنوع تتادي بغيتقول مجلس الجالية مجلس الجالية ولا ما عرف اسميته حيث ما ما عارفينو شكي تسول اي واحد يقولك شبهون هاد المجليس تشكون اعضف هاد المجليس اش كا يديرو هاد المجليس الجالية ما عندهم اي دور بالنسبة لي شخصيان ما عندهم اي دور في المجتمع غايبين على الصحة ديال المهاجر وهدي هما المسئولية ديالهم يفرونينا الشروط ديال التنقل الفرونينا الشروط ديال العبور يفرونينا الشروط ديال الايقامة يدافع على المهاجر حيث هما مسؤولين علينا ولكن جاب الله فين كيكونوا وشكل يدارهم وشكل يمثلوا باش كيمثلوا هاد الجالية الله أعلم هدا من جهة هنايا هنايا جينا الهولندا عن سيكارا كنشكروه بزاف حيث وفر أعطانينا واحد دفعة واحد الأمال واحد دفعة في واحد نقطة اللي كندع فعوليها بالخصوص نقطة التنقل من بلجيكا الحسيمة وشفنا فيه واحد إنسان اللي متحمس باش ينمي المنطقة سياحيا وعطانا حافز وعطانا أفكار اللي كنشكروه عليها بزاف لكعطينا الآمل باش نستمروا في المعركة ديرنا حيث نقطة مسألة ديال التيارة غير مسألة عابرة في الحقيقة قصماش نغم الموما قصناش ندخلوا فيها بهد المستوى هذا حيث نقطة مسألة هي حق من حقوق الإنسان حق التنقل وش عباد الله ان ترك في بلجيكا المطار قدامك هنا خسك تمشي للضالبدة باش تجيل الحسيمة باش تضرب نتا 800 ولا 1000 كرومي طلع علمش حالة أنا ما عارفش المسافة اللي كينا بين الضالبدة والحسيمة خسك النهار كامل باش توصل وعط تجيل نتا الحسيمة العيم أن الجالية ديال الحسيمة من ريف واحد الجالية اللي كتشكل واحد نسبة ديال 70 حتى 80 في المئة في بلجيكا وكان بزاف ديال مشاكل هذا غير مشكل بسيط اللي كان أدرو عليه يرى ما كان المشاكل اللي هي أعوص من داريك كان عندنا حتى مشكل ديال المرصى كان المرصى شنو دارو ولكن فينا أمالي بطو كيديرو لك البطو تلتا 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 يام في سيمانة وفي الوقت اللي كتكون في الحركة